موسيقى واشنطن تؤكد أنها ليست بحاجة لتعزيز ترسانتها النووية لردع روسيا والصين وتبدي استعدادها لإجراء محادثات معهما بشأن هذا الملف دون شروط مسبقة ممكن يحذر من أن أي مبادرات للحل في أوكرانيا تشرع العدوان الروسي ويؤكد السعي إلى سلام عادل ودائم هناك زارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كيانات إيرانية لمساعدتها طهران في فرض رقابة على الانترنت نمو الوظائف في السوق الأمريكية يفوق التوقعات في شهر مايو وسط تراجع طفيف في مكاسب الأجور العاشرة ليلا بتوقيت جرانيتش السادسة مساء بتوقيت واشنطن هذه نشرتنا من العاصمة أهلا وسهلا بكم قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة لا ترى أنها بحاجة إلى زيادة حجم ترسانتها النووية من أجل ردع القوات المشتركة وتحديدا نتحدث هنا عن الصين وروسيا وأضاف أيضا بأن واشنطن حريصة على إجراء محادثات حول الحد من التسلح مع كل من موسكو وبكين الولايات المتحدة ليست بحاجة لتعزيز ترسانتها النووية لردع منافسيها الاستراتيجيين روسيا والصين هذا التأكيد جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال كلمة له الجمعة في جمعية الحد من التسلح الأمريكية أريد أن أكون واضحا الولايات المتحدة لا تحتاج إلى زيادة قواتنا النووية لتتجاوز العدد الإجمالي لمنافسينا من أجل ردعهم بنجاح لقد تعلمنا هذا الدرس كما لا تحتاج الولايات المتحدة إلى نشر أسلحة نووية أكثر خطورة من أي وقت مضى للحفاظ على الردع بدلا من ذلك فإن الردع الفعال يعني أن لدينا نهجا أفضل وليس نهجا يعتمد على الكثرة وهذا يعني الضمان أن تكون لدينا الإمكانية والقدرات اللازمة للردع وإذا لازم الأمر هزيمة عدوان كبير ضد بلدنا وحلفائنا وشركائنا وحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي فإن الولايات المتحدة تنتهجوا استراتيجيات جديدة للتعامل مع العهد الجديد بما في ذلك تحديث قواتها النووية وإنتاج أسلحة تقليدية متطورة مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي ستدعم الجيش الأمريكي لعقود المسؤول الأمريكي شدد أيضا على أن الولايات المتحدة ستلتزم بحدود الأسلحة النووية المنصوص عليها في معاهدة استارت الجديدة حتى انتهاء سريانها في عام 2026 إذا فعلت روسيا الشيء نفسه علما أن الرئيس الروسي فلاديمير قوتين قد أعلن في فبراير الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة استارت الجديدة وهي آخر اتفاقية متبقية تحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا الولايات المتحدة ستستمر بإختار روسيا مسبقا عن إطلاق الصواريخ الباليستية والتمارين بما يتماشى مع الاتفاقات الحالية ولكننا في الأمس قمنا بإجراءات مضادة ردا على إجراءة روسيا بالنسبة لاتفاقية استارت وهذه الخطوات ستضمن بأن روسيا لن تستفيد من معاهدة ترفض روسيا الانصياء علىها ولكن وإذ زعمت بأنها علقت معاهدة نيوستارت أيضا أشارت إلى رغبة في تقييد القوات الاستراتيجية للعام 2026 ننتفق على ذلك فليس في مصلحة أي من البلدين الخوض في منافسة للقوات النووية وحسب سوليفان فإنه ليس من مصلحة واشنطن الدخول في منافسة لا نهاية لها فيما يتعلق بالقوات الاستراتيجية وتسعى واشنطن لرأب ما يصفه سوليفان بالتصدع الكبير الذي حصل في النظام العالمي المستمر منذ عقود والذي يرمي لتجنب مواجهة نووية فزيادة على التهديدات الروسية من خلال إعلان وقف العمل باتفاقية استارت الجديدة والتهديد باللجوء لاستلاح النووي في الحرب الأوكرانية هناك مخاوف من توجه الصين لتعزيز تلسانتها النووية وحسب وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون فإن من المرجح أن تضاعف الصين تلسانتها النووية بحلول عام 2035 لتصل إلى 1500 رأس نووي نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع معنا من فيرجيني عبر خدمة سكايب بيتر بروكس مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهدف سابقا بيتر أهلا بك معي ماذا نفهم من تصريحات سوليفان برأيك في هذا التوقيت بكل ضوح هناك قلق تجاه ترسانة روسيا النووية لأنها قد تتخطى الحدود الموضوعة بمجا معاهدة استارت الجديدة ولكن هناك قلق كذلك بأن روسيا قد تستخدم السلاح النووي في أوكرانيا هذه مسألة تصير بالقلق في وسط أوروبا وفي أوكرانيا وأيضا قلق تجاه مستقبل هذه المعاهدة التي كانت من المفترض أن تستمر سنتين إدافيتين وأصلا انخراط الروس أيضا في هذا الشأن طيب يوم أمس كان هناك إجراءات تم اتخاذها من قبل الولايات المتحدة بشأن عدم إختار روسيا بمواقع أو إطلاقات يتم القيام بها من خلال الصواريخ التي تعنى بهذه المعاهدة تحديدا أو تكون ضمن هذه المعاهدة ردت السفارة الروسية لدى واشنطن أن هذه التدابير الأمريكية المضادة في سياق المعاهدة لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية لن تؤثر أبدا على روسيا ماذا نفهم في هذه المرحلة هل ستقبل موسكو في أن تخوض معاهدات جديدة أو على الأقل أن تجلس على طاولة مفاوضات فيما يتعلق بالأسلحة النووية وحتى الصين ستلعب روسيا لعبة قاسية فهي غير سعيدة بما يقوم به الغرب في أوكرانيا وليست راضية عن ما حدث أيضا في أوكرانيا بالنسبة لتصدي الأوكران لها وستحاول روسيا بأن تضغط ضد الغرب وضد الولايات المتحدة وقد تحاول أيضا وضع هذا الضغط في مسألات المعاهدات الخاصة بالتسلح أيضا لقد انتهكت روسيا معاهدات خاصة بالحضر للأسلحة الكاميائية عندما استخدمت هذه الأسلحة ضد المناوئيها ولديك أيضا اتفاقية متوسطة لوضع القوات وقد انتهكته روسيا وأيضا اتفاقية الأجواء المفتوحة والتي لا يعرف الكثيرون عنها فكان هناك قلق تجاه امتسال روسيا لهذه المعاهدة وغيرها وبما قد تفعله روسيا لتعزيز مصالحها في أوكرانيا وبطريقة تؤذي مصالح الأمريكية بما في ذلك مسألة الأسلحة النووية وتخطي روسيا للسقف الموضوع بموجب معاهدات ستارت الجديدة ماذا عن الصين سؤال مثير جدا للاهتمام هناك أيضا كوريا الشمالية وإيران إيران ليست دولة نووية بعد كوريا الشمالية هي دولة نووية والصين طبعا هناك قلق تجاه التطور الذي يحدث في الصين وهناك توقعات بأن الصين ستحوز على نفس عدد الأسلحة النووية مثلها مثل الولايات المتحدة ومثل روسيا هذا إذا ما بقى سقف هذه الأسلحة على حاله فكلما حازت الصين على هذه الأسلحة ستطور المزيد من قاضفات الصواريخ فبرأيي ودون أي شك بأن هناك سعي من الصين لكي تحقق المساواة في عدد الأسلحة النووية مع روسيا والولايات المتحدة وحتى وإن كان هناك شراكة بين الصين وروسيا تريد الصين أن تسلس على الطاولة بطريقة ندية مع الولايات المتحدة وروسيا إن الصين ليس جزء من اتفاقية نيو ستارت ولا تحدها أي معاهدة بالنسبة للصواريخ أو الصواريخ طاولة الأمدة أو غير ذلك وهناك أيضا قلق أكبر تجاه الصين أكثر من روسيا فمن غير الواضح ما سيكون المستقبل بالصين بالنسبة لترسانتها قد يتخطون سقف الأسلحة الذي في حوزة الولايات المتحدة وروسيا برأيك ما هي التحديات التي قد تواجه واشنطن والإدارة الأمريكية في إخضاع روسيا والصين ولا ربما إضافة دول أخرى على القائمة التي يجب أن تكون مدرجة ونتحدث عن دول كما تفضلت تتحدث عن كوريا الشمالية تتحدث حتى عن إيران وغير ذلك من الدول التي تسعى للحصول على سلاح ناوي أو لديها سلاح ناوي ما هي التحديات التي قد تواجه واشنطن في وضع أو جمع كل هذه الدول على طاولة مفاوضات للحد من نشر هذه الأسلحة النووية أو الأسلحة الفتاكة هنا يكمن التحدي الحقيقي وتعرف أن الصعوبة الدبلوماسية الكبرى هي مثلا في الطريق المسدود بالنسبة للمفاوضات مع إيران وأنا قلق جدا بالنسبة لبرنامج إيران النواوي وكذلك إذا منظرت إلى كوريا الشمالية فبرنامجها النووي ليس على الطاولة وما نعيناه أيضا مع روسيا وقد حدثنا عنه لتاو ومع كل التطور الذي تقوم به الصين كلها تحديات كبرى وهناك مشاغل تجاه مثلا دولة مثل إيران إذا ما حازت على السلاح النووي فما سيكون وقع ذلك على منطقة الشرق الأوسط وعلى مسألة الحد من الانتشار إذن هو عالم مفعم بالخطورة اليوم نعيش فيه ولسيما بالنسبة للانتشار النووي طيب بالحديث عن موضوع إيران وهنا أختم سؤالي أو نختم هذا الحوار فيما يتعلق بإيران تحديدا كانت المفاوضات حول النووي الإيراني قائمة توقفت مع الحرب التي قامتها روسيا على أوكرانيا تم تأجيل هذا الملف ألا يعطي هذا الملف أو التأجيل فرصة لإيران بأن تسرع في تخصيب اليورانيوم ولربما تصل أو وصلت بالأساس إلى النسبة المطلوبة للحصول على قنبلة نووية من يتحمل المسؤولية في هذه المرحلة نعم هنا لقلق كبير في هذا الصدد حتى وإن جلست إيران على الطاولة فهذا لا يعني بأنها لا تطور برنامجها النووي هنا يكمن التحدي لقد انخرطت إيران في المخادعة حول برنامج النووي بما هو في انتهاك أيضا صارخ لمعاهدة حد من الانتشار النووي الذي يتطلب ويفرض الشفافية إن ما يقلقني هو بأن إيران لا تتوقف وبأن ذلك سيعطي إيران المزيد من إمكانية الضغط عندما تجلس على الطاولة فمع تخصيب المزيد من اليورانيوم وكلما طورت السواريخ كلما ستكون لها اليد العليا على الطاولة في المفاوضات عبر خدمة سكايب من فيرجينيا بيتر براكس مساعد سابق لوزير الدفاع الأمريكي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهدئ سابقا شكرا جزيلا لك ولوقتك من العاصمة مستمرة وفيها بعد فاصل قصير بلينكين يزور السعودية الأسبوع المقبل لعقد محادثات تركز على القضايا الاقتصادية والأمنية في مسعى لإصلاح العلاقات بين الجانبين واشنطن تطالب مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتصرفات بيونغانج العدوانية وانتهاكها للقانون الدولية من جديد أهلا بكم قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول ركاز الأساسية لسلام عادل ودائم لإنهاء الحرب مع روسيا وأكد بلينكين أن واشنطن ترحب بمبادرات السلام من دول أخرى شرط أن تكون على أساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها مبادرات السلام لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا تتأرجح على حبال ما تطالب به كييف وما تتدرع به موسكو فمنذ بداية الصراع كثرت دعوات التفاوض بالتوازي مع استمرار تدفق السلاح والدعم المالي على أوكرانيا من الولايات المتحدة والحلفاء ما أدى إلى تغير مسار المعارك وإخفاق روسيا في تحقيق أهداف غزوها الولايات المتحدة أكثر الدول المساندة لأوكرانيا أكدت في مناسبات عدة أنها ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها اترى واشنطن أن القوة شرط أساسي لأي ديبلوماسية موقف أمريكي جدده وزير الخارجية أنتوني بلينكين من العاصمة الفنلندية واصفاً العدوان الروسي على أوكرانيا بأنه فشل استراتيجي تحركت الولايات المتحدة بسرعة وإقدام وبالتنسيق مع الحلفاء والشركاء للقيام بالضبط بما قلنا إننا سنقوم به وهو دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا وتقوية الناتو تؤكد الولايات المتحدة أنها ستساهم في بناء جيش أوكرانيا المستقبلي وفي الوقت ذاته ترحب بمبادرات الدول الأخرى لإنهاء الصراع مدامت تحترم مثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا عندما تكون روسيا مستعدة للعمل من أجل سلام حقيقي ستستجيب الولايات المتحدة بالتنسيق مع أوكرانيا والحلفاء والشركاء حول العالم دول حدة بينها تركيا والصين والبرازيل دخلت على خط الأزمة وعردت مبادرات سلام والتوسط لإطلاق حوار بين طرفين نزاع لكن المساعي لم تحقق تقدما جوهريا مع تمسك كييف بشروطها كطرف متضرر من العدوان الروسي وتركيز موسكو على ما تسميه بالمصالح الأمنية الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي يقول إن كييف مهتم بمبادرات الدول الأخرى شرط أن تكون على أساس صيغة السلام الأوكرانية ويشدد على أن أي دولة باستثناء الدولة المعتدية يمكنها المشاركة في تنفيذ خطة السلام وبين الترحيب الحذري من موسكو وكييف بالمبادرات الصينية مقابل توجس أمريكي إزاءها يعتبر الكريملين أن الحديث عن مبادرات السلام كثير لكن تلك المقترحات لم تظهر الإرادة السياسية وفق وصفه وفي انتظار توافق يبدو صعبا بشأن شروط السلام المقبل تظل المعارك والدمار هما الراهن الذي يعيشه الشعب الأوكراني ويتطلع لنهايته قالت القوات الأوكرانية أنها سقطت 36 صاروخا وطائرة مسيرة روسية في العاصمة ومحيطها خلال الليل مضيفة شخصين أصيبا بسبب الحطام المتسقط وشنت موسكو نحو 20 هجوما منفصلا بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو الماضي في تكثيف للهجمات التي تقول الحكومة أنها تهدف إلى ما يبدو أو على ما يبدو لتقويض استعدادات أوكرانيا لهجوم مضاد كبير دفاعات جوية أوكرانية تتمكن من إحباط الهجوم الجوي السادس لروسيا خلال ستة أيام متتالية ضد العاصمة كييف ومحيطها موجة الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاصمة زادت الضغوط على السكان واختبرت قوة الدفاعات الجوية الأوكرانية بينما يخطط مسؤول كييف لما يقولون إنه هجوم مضاد لصد القوات الروسية القوات الجوية الأوكرانية ذكرت أن دفاعاتها أسقطت 15 من صواريخ كروز و 21 طائرة مسيرة مشيرة إلى أن موجة طائرات مسيرة أطلقت في وقت متأخر من يوم الخميس أعقبها وابل من صواريخ كروز وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن العاصمة الأوكرانية تعرضت في وقت واحد للهجوم من اتجاهات مختلفة بواسطة طائرات شاهد المسيرة إيرانية الصنع وصواريخ من منطقة قزوين وأشادت السلطات العسكرية في كييف على تيلجرام بالدفاعات الجوية للمدينة وتقول أوكرانيا إن دفاعاتها تسقط غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية بدوره أمر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بمراجعة جميع هياكل الدفاع في البلاد على صعيد المتصل أدى قصف أوكراني على منطقة بيلغرود الروسي على الحدود مع أوكرانيا إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وبحسب حاكم المدينة فإن بلدات أخرى في المنطقة أصيبت بنيران أوكرانية تسببت في أضرار مادية لكن لم تقع إصابات وقال مسؤولون إن طائرتين مسيرتين هاجمت أيضا منشآت للطاقة في إقليم سامولينسك غربي روسيا المتاخم لبلاروس من جانبه أوضح معهد دراسة الحرب المعني بقضايا الدفاع والشؤون الخارجية بأن استراتيجية موسكو الحالية قد تتمخض عن نتائج عكسية المعهد قال إن الحملة الجوية تهدف إلى إضعاف قدرات الهجوم المضاد الأوكراني لكن إعطاء روسيا الأولوية للسيطرة على كييف من المرجح أن يحد بشكل أكبر من قدرة الحملة الروسية على تقييد الإجراءات الهجومية الأوكرانية المحتملة بشكل فعال نناقش هذا الموضوع بشكل أوسع من واشنطن العاصمة معنا عبر خدمة سكايب أو مات مكانس كبير بحثين في معهد دراسة الحرب عمل سابقا في وزارة الخارجية الأمريكية كناد من الممثل الخاص لإيران كما عمل ضابط استخبارات في وزارة الدفاع في الشرق الأوسط والصين مات أهلا بك معي هل التوصل لسلام معبوط سلام عادل وشامل ممكن برأيك لا أعتقد أن هذا ممكن الآن إن الوضع في الميدان يشير إلى ضرورة التوصل إلى المزيد من الوضوح بالنسبة لالتزام أوكرانيا وقدرتها على استعادة سلامة أراضيها واستعادة حدودها أيضا هناك قلق أن وقف الإطلاق النار قد تستغله روسيا لإعادة التسلح وأيضا لعرقلت ما نتوقعه أيضا من أوكرانيا بالنسبة للهجوم المضاد والمعاكس فإن وقف الإطلاق النار ليس على الطاولة الآن وإن ظروف السلام ليست موجودة طيب ماذا نفى من تصريحات بلينكين في هذه المرحلة إن كان السلام غير ممكن مع بوتن خلال هذه المرحلة لقد أوضح الوزير بلينكين بكل وضوح بأن أي نوع من السلام بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يكون سلاما عادلا ويحترم سلاما يحترم السيادة الكاملة لأوكرانيا وسلامة أراضي الأوكرانية وأن السلام يجب أن يتضمن تعويضات هذا لا يمكن لروسيا أن تتغادى عنه حتى وإن قدمت الأراضي مثل العام الماضي وأعادت لبعض منها فهذا لا يكفي فربما ليس إعادة المصالحة ولكن تعويضات عن كل الأضرار التي تكبدتها أوكرانيا أعتقد بأن الوزير بلينكين محق في هذا الصداد بأنه علينا أن نصر أن أي سلام يجب أن يكون عادلا وصحيحا إذا عدنا إلى أساس بداية هذه الحرب الروسية على أوكرانيا هو طلب أوكرانيا لانضمام إلى حلف النيتو هل يمكن أن يقوم سلام مع انضمام أوكرانيا لحلف النيتو ما بعد كل هذه الأيام والشهور من الحرب نتحدث عن تقريبا سنة ونصف نحن ندخل بعد شهر من الآن سنكون قطعا سنة ونصف من حرب روسيا على أوكرانيا هل يمكن أن تكون أوكرانيا محايدة؟ أكرر بأنها ليست غلطة طرفتها أوكرانيا بأنها تريد أن تحقق المزيد من الأمن بالانضمام إلى الناتوحف الأطلسي فما يراه بوتين على أنه حلقت نفوذ محقة لروسيا علينا أن ننظر إلى الأمر بإطار أوسع إذا ما كانت أوكرانيا ستنضم إلى الناتوحف الأطلسي أم الاتحاد الأوروبي طبعا ذلك يعزز احتياجات أوكرانيا وأيضا الالتزامات الطويلة للأمد من الغرب الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لا سأدري كيف سنتوصل إلى السلام دون أن تؤمن أوكرانيا بأن لديها نوع من الحماية الأمنية توفرها أوروبا والولايات المتحدة حتى نصل لسلام عادل وشامل يجب أن تهزم روسيا في حربها على أوكرانيا يجب حتى أن تخرج من دونياسك من باقي المناطق الأخرى نتحدث عن القرن لغانكس وخيرسون وغير ذلك من المناطق وحتى لا ننسى زابوروجيا والمفاعل النووي ولكن حتى تهزم أي أن هذه الحرب يجب أن تستمر حتى نصل للسلام العادل والشامل ولكن هل سيقبل بوتين بالهزيمة؟ لست أدري إذا ما كان بوتين سيقبل بالهزيمة ولكن من الواضح بأن روسيا لن تفوز بهذه الحرب أو أنها ستضع الحرب جانبا وتعاود الحرب بعد فترة كما حدث في العام 2014 من الضروري أن يفهم بوتين بأنها خسارة تكتيكية وستراتيجية في هذه الحرب له فمن الصعب الوصول إلى السلام دون اتساع رقعت هذه الحرب تأمل بأن روسيا ستفهم بأنه ليس من الممكن لها أن تربع هذه الحرب وهذا سيغير السياسات التي تنتهجها موسكو طيب برأيك وهنا سؤال الأخير فيما يتعلق بتدريب الطيارين الأوكران على طائرات F-16 ووفق خبرتك العسكرية يعني بعملك كضابط استخبارات في وزارة الدفاع هل الطائرات F-16 تحديدا التي سيتدرب عليها الطيارون الأوكران قد تنهي هذه الحرب مع روسيا ويكون ذلك هو الدعم الأخير الذي يقدم لها قد يسهم في ذلك إن طائرات F-16 هي منصة تبغيها يبغيها سلاح الجوالوقفاني منذ وقت وهذا قد يصير سخط روسيا فأعتقد أن ذلك سيكون بمصلحة أوكرانيا ولكنه لا يكون مسألة حاسمة أشكرك جزيلا شكر من واشنطن العاصمة عبر خدمة سكايب مات مكانس كبير الباحثين في معهد دراسة الحرب عملت سابقا في وزارة الخارجية الأمريكية كنائب ممثل خاص لإيران وأيضا عملت ضابط استخبارات في وزارة الدفاع في الشرق الأوسط والصين شكرا لك ولي وقتك قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين سيزور السعودية في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو الجاري للقاء مسؤولين سعوديين أضافت في بيان أن بلينكين سيبحث معهم التعاون الاستراتيجي بين البلدين بخصوص قضايا إقليمية ودولية وثنائية أوضحت الخارجية أيضا أنه سيشارك في اجتماع وزاري مع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط وقالت الخارجية أن أبلينكين سيشارك أيضا في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش مع نظيره السعودي لبحث الدور المحوري للتحالف في مواجهة التهديد الذي يمثله التنظيم فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتين وشخصين قالت أنهم ساعدوا إيران على فرض رقابة على الانترنت في البلاد وفق بيان الوزارة تشمل العقوبات شركة أروان كلاود الإيرانية واثنين من مؤسسيها وكذلك شركة أروان كلاود جلوبل تيكنولوجيز ومقرها الإمارات وهي تابعة للشركة الأولى أوضحت الخزانة الأمريكية أن أروان كلاود لها صلة وثيقة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية وعلاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية مدد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة سياسية للأمم المتحدة في السودان بعدما تهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتس بالإسهام في تأجيج النزاع وفي قرار مقتضب وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تنفوض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان حتى الثالث من ديسمبر من العام الجاري شدد نائب مندوبة الأمم أو الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سفير روبرت وود على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحد من تكرار التصرفات العدوانية التي تنتهك بها كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي ويأتي الموقف الأمريكي ردا على محاولة فاشلة لبيونغانج لإطلاق قبر تجسس صناعي قبل نحو يومين نجد أنفسنا مرة أخرى في مجلس الأمن لمناقشة تحدي جديد من كوريا الشمالية الولايات المتحدة تدين بأقصى العبارات محاولة كوريا الشمالية في الحادي والثلاثين من مايو إطلاق قمر صناعي في الفضاء صحيح أن عملية الإطلاق فشلت لكنها أطلقت في انتهاك لعدد من قرارات مجلس الأمن ورفعت التوتر وزعزعت استقرار الوضع الأمني الحساس أصلاً في المنطقة هذا المجلس لا يمكنه تجاهل هذا الإطلاق الفاشل لكوريا الشمالية فهو يسمح لبيونغ يانج أن تتعلم من الثغارات وتتقدم في هذه التجربة أعلن البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن صافح نظيره الصينية لي شانك فو على هامش اجتماعات قمة سنجافور الأمنية التي يشارك فيها أوستن وقال المتحدث باسم البنتاجون بات برايدر أن أوستن تبدل حديثاً مؤجزاً مع نظيره الصيني وجدت رايدر تأكيد ضرورة الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الجيشين الصيني والأمريكي وضيفاً أن البنتاجون سيواصل السعي لإجراء محادثات هادفة على مستويات عدة بين القيادتين العسكريتين أعلن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن طلب عدم الكشف عن نهويته أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي اي وليوم بيرنز زار بكين في الشهر الماضي حيث التقى نظراءه في أول زيارة لمسؤول أمريكي لهذا المستوى إلى الصين منذ أن أسقطت واشنطن في فبراير منطاداً صينياً وقال المسؤول أن بيرنز شدد خلال زيارة على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة على صعيد الاستخبارات وكان قد أعلن عن زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الصين لتحسين العلاقات بين البلدين لكن الزيارة ألغيت بعد واقعة المنطاد حتى الرئيس الجمهوري الاثنين من لجان مجلس النواب الأمريكي إدارة رئيس جو بايدن على حجد حلفاء الولايات المتحدة لدحر ما سمي العدوان الاقتصادي الصيني مايكل مكول الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب دعا وزيرة التجارة الأمريكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن استهدفت الصين أكبر صانع لشرائح الذاكرة في الولايات المتحدة رسالة النائب مايكل مكول للبيت الأبيض وردت في أعقاب الحضر الفعال الذي فرضته بكين على شراء رقائق إلكترونية قال البيت الأبيض الجمعة أن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثن فينر عرب عن قلقي بشأن التوترات في شمال كوسفو وذلك في اتصالين هاتفيين هذا الأسبوع مع رئيس وزراء كوسفو والرئيس الصربي المسؤول الأمريكي حث الأطراف كافة على اتخاذ خطوات لتهديئة الوضع كما حظى المتظاهرين في شمال كوسفو على إبقاء مظاهراتهم سلمية المقرر أن نتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بكلمة للشعب الأمريكي مساء في هذا اليوم بتوقيت واشنطن بعد ساعات من إقرار مجلس الشيوخ قانون رفع سقف الدين العام هذا أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقع المشروع في أقرب وقت غدا السبت وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كانين جان بير التوقيع على مشروع قانون سقف الدين سيتم بعد انهاء الكونغرس أو انتهاء الكونغرس من عمله لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون أكد تزارة العمل ارتفاع معدلات التوظيف في الولايات المتحدة مجددا في مايو وفقا لبيانات حكومية صدرت الجمعة مع بقاء سوق العمل قوية وهذا ما يجعل توقعات المحللين بالتباطئ تتغير زيادة تفوق التوقعات للوظائف في الولايات المتحدة في مايو حسب بيانات وزارة العمل الأمريكية في وقت شهد فيه تقلصا في ارتفاع الأجور مما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة هذا الشهر والتي قد تكون المرة الأولى منذ شروع في حملته التجديدية لكبح التضخم قبل أكثر من عام بيانات وزارة العمل أشارت في تقريرها إلى زيادة الوظائف في القطاع غير الزراعي بنحو 339 ألف وظيفة شهر الماضي مؤكدة تلك البيانات قوة سوق العمل التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن الركود الذي يخشاه الأمريكيون وهو ما دفع الرئيس بايدن إلى القول عقب صدور بيانات وزارة العمل إنه يوم خير للاقتصاد الأمريكي وللعمال الأمريكيين بعد انخفاض معدل البطالة إلى أقل من أربعة في المائة لمدة ستة عشر شهرا متتالية ارتفاع معدلات التوظيف السوق الأمريكي في مايو المنصر يتحدى حسب الخبراء توقعات المحللين بالتباطئ في ظل الجهود المستمرة للحد من سخونة الاقتصاد من أجل تخفيف الطلب وكبح التضخم وبما أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تبطئ الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض حسب المعنيين فإن الأرقام الأخيرة لنمو الوظائف قد تمثل تحديا لصانعي السياسات الذين يفكرون في التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة أعلنت وكالة فتش للتصنيف الاعتماني أن تصنيف الولايات المتحدة سيظل تحت المراقبة السالبة على الرغم من اتفاق سقف الدين الذي سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها ترى الوكالة أن المواجهات السياسية المتكررة وزيادة الاستخدام السياسي حول سقف الدين يقل الثقة في الحكومة بشأن المسائل المالية والديون الوكالة وضعت الاعتماني الأمريكي تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي وقالت في بيان أنها تعتزم حسم المراجعة في الربع الثالث من العام الجاري أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات واحد من أفضل أيامها خلال العام الجاري مدعومة بعدة عوامل بينها بيانات سوق الوظائف مؤشر داو جونز الأسهم الصناعية أنهت تداولات آخر أيام الأسبوع على ارتفاع تجاوز النقطتين فيما أغلق مؤشر S&P لأسهم الشركات الكبرى على ارتفاع بلغ نحو نقطة ونصف النقطة المئوية أما مؤشر نازدك لأسهم شركات تكنولوجيا أنهت تداولات الجمعة على ارتفاع بلغ أكثر من نقطة مئوية ناقش المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل أوسع من بوستن عبر خدمة سكايب معي الدكتور أليكساندر توميك أستاذ ومدير برنامج الاقتصاد التطبيقي في كلية بوستن أهلا بك معي دكتور نتحدث عن زيادة لافتة في الوظائف نتحدث عن تواصل الاتفاق بشأن نرافع سقف الدين الأمريكي سيوقع المساء نتحدث أيضا عن تطور وتفاعل جميل من أسواق المال والأسهم مع هذه الأخبار ماذا نفهم من كل ذلك نفهم بأنه تم تلافي الأزمة وأن سقف الدين كان لعبة سياسية مثيرة للاهتمام وبأن أسواق المام ترسل إشارات منتزجة نسيما في ضوء الأرقام الأخيرة لمعدلات منخفضة للبطالة ولكن هناك الكثير من عدم اليقين لا يزال قائما لماذا عدم اليقين لا يزال قائما إن عدم اليقين بالنسبة لسقف الدين فلديك اتفاق لبدة سنتين وبعد ذلك من الذي سيحدث ونرى هذه اللعبة السياسية التي قد تعاود نفسها مرارا وتكرارا أيضا نرى المشكلة التي نراها في تعيير الإدارات في الولايات المتحدة ومع انتخاب شخصيات إيديولوجية وقد يكون هناك إخفاق بدفع الدين بشكل غير مقصود في ظل كل المشاحنات بين الحزبين هذه من جهة إن مؤشر فيتش أيضا أعرب عن قلقه بالنسبة لهذا الموضوع وبالنسبة للقلق الحقيقي من جراء التيارات الشعبوية من الجهتين وقد تؤدي إلى مشاكل غير مقصودة ثانيا مسألة المعدلات الفائدة وتصرفات الاحتياط الفيدرالي رأينا الآن إشارات بأن يتم السيطرة على التضخم ونرى كذلك زيادة في الوظائف فهذه الإشارات التي ينظر إليها الاحتياط الفيدرالي هذه الإشارات جاءت ممتازجة اليوم هناك من يقول أن الفيدرالي يواجه مشكلة في بث الرسائل فيما يتعلق بالاقتصاد وعليه أن يرفع الفائدة هل تتفق أم لا عموما نعم أطفق مع ذلك فتوقف الاحتياط الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة نحش عودة التضخم ونعنيه عندما ترفع الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة فهي تسحب المال من الاقتصاد وإذا خفضت من المعدلات فهي تدخل المال في الاقتصاد ونرى ما حدث إبانا التضخم فأيضا ما توصل إليه الرئيس بايدن من اتفاق بمجب صقف الدين سيكون هناك خفض للإنفاق العام ولكن سيكون هناك مشكلات بالنسبة للإنفاق مع الاقتراب من الانتخابات أعتقد بأننا سنرى عودة لتضخم إذا رفعت الاحتياط الفيدرالي الفائدة طيب في هذه المرحلة إن لم يرفع الفيدرالي الفائدة ما الذي قد يحدث بعيدا عن موضوع التضخم هناك أيضا أمور أخرى مرتبطة باقتصاد الولايات المتحدة نتحدث عن الدولار بدأنا نرى أسعار الذهب بدأت ترتفع نتحدث عن دول أخرى حليفة للولايات المتحدة ودول أخرى مرتبطة كما تعلم يا أمس السيد المشاهدون مرتبطون بالدولار ما الذي قد يحدث إذا لم يرفع الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة سينخفض قيمة الدولار سترتفع وسترتفع تكلفة الاستيراد إلى الولايات المتحدة إذن هذه من جهة ومرة أخرى أعتقد بأن الاحتياط الفيدرالي قد يضع جانبا هذه المسألة لحين مراقبة التدخم فإذا عاد التدخم وارتفع التدخم فستنخف قيمة الدولار وما شابه إذن من المثل للاهتمام أن نرى ما سيحدث من بوستون عبر خدمة سكايفي دكتور أليكساندر توميك أستاذ ومدير برنامج الاقتصاد التطبيقي في كلية بوستون شكرا لك ولي وقتك شكرا ناشطون بالعاصمة واشنطن المشرعين في الكونغرس وفي المجالس المتخبة محليا في كافة الولايات المتحدة إلى العمل لأجل التوصل إلى اتفاق للحد من ظاهرة العنف المسلح التي باتت مصدر قلق لكافة الأمريكيين الناشطون الذين تجمعوا في ساحة الحرية بالقرب من البيت الأبيض شددوا في نداءاتهم على أن الوضع بات خطيرا مع سقوط وإصابة عشرات الأمريكيين في الهجمات المسلحة التي تشهدها جهات مختلفة من البلاد من خلال الغناء أو التجمعات المتصلة بساحة الحرية بالعاصمة واشنطن أو من خلال الخطابات وكذلك بارتداء اللون البرتقالي والذي سيكون هو اللون الغالب في أرصفة وطرقات واشنطن وبقية مدن البلاد ولمدة أسبوع كامل ضمن حملة وطنية للدعوة لإيقاف عنف السلاح في واشنطن وفي كامل الولايات المتحدة دعونا نتوقف عن تبادل اللوم دعونا نعمل معا دعونا نتحدث إلى بعضنا البعض باحترام هذه مشكلة يجب أن تنتهي لأنه يجب أن نصل إلى حل حتى نستطيع جميعا أن ننام في سلام هذا التجمع هو جزء من سلسلة نشاطات عدة تشهدها واشنطن كجزء من أنشطة الأسبوع الوطني للتنبيه لمأساة عنف السلاح في البلاد والذي بات يوصفه بين نواب الكونغرس بالوباء المسكوت عنه بالنظر إلى تلك الأحداث اليومية التي تشهدها الولايات المتحدة وسقوط ضحايا وإصابة أخرين من الأمريكيين ومن مختلف الأعمال حتى بات عدد الهجمات المسلحة المسجلة منذ مطلع العام الحالي يفوق عدد الأيام أي بمعدل أكثر من هجوم واحد في اليوم الوحد علينا أن نبحث عن الحلول بعيدا عن تدخل أفراد الشرطة علينا أن نتحدث إلى بعضنا البعض كمجموعات محلية مع الحكومة المحلية والفيدرالية وعلى جميع المستويات ونبدأ استثمارنا الحقيقي في أطفالنا أولا وقبل كل شيء آخر هنا في قلب واشنطن وفي مساحة تتوسط مبنائي الكونغرس والبيت الأبيض يحرص هؤلاء الناشطون على رفع الصوت عاليا بدعوة المشارعين والإدارة إلى وضع الجن الخلافات جانبا والعمل معا على الفوق لوضع حد لتنامي هذه الضائرة الخطرة في كل يوم تقريبا لدينا حادثة إطلاق نار هنا في عاصمة البلاد وهناك ضحايا لذلك أحيانا أطفال وأحيانا أمهات وأحيانا أخرى أناس يعبرون طريق وهذا أمر يجب أن يتوقف فورا هذا نموذج لكثير من الأنشطة التي تشهدها واشنطن وبقية مدن البلاد دعوة لإيقاف عنف استخدام السلاح في الولايات المتحدة بقي القول المكرر هنا في واشنطن وفي كل مدينة أمريكية أنه حان الوقت للكونغرس وللبيت الأبيض أن يفعل شيئا إنقاذا لأرواح أمريكيين محتملي السقوط في أي لحظة في أحداث الاستخدام الخاطئ لسلاح رابح فلالي الحرة واشنطن تقضت المديرة العامة المقبلة لمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب توظيف قضية الهجرة سياسيا قالت إنها تشعر بقلق بالغ حيال الطريقة استخدام بعض الدول والمجموعات المهاجرين كأسلحة لكسب نقاط سياسية في الداخل الأمريكية إيمي بوب أول مرأة تترأس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة منصب اكتسب أهمية متزايدة مع تفاعل مسألة الهجرة والمناخ في السنوات الأخيرة وقبل أن تتولى بوب مهمها رسمياً في الأول من أكتوبر المقبل جدبت تصريحاتها بشأن الهجرة الكثير من الاهتمام وأثارت الجدل بسبب تنديدها باستخدام بعض الدول والمجموعات المهاجرين كسلاح لكسب منافع سياسية موقف تزامن مع ما تواجهه بلدان أوروبية من انتقادات إذ وصفت طريقة تعاملها مع المهاجرين بأنها قاسية وغير قانونية على نحو ما حدث في بريطانيا حيث تم وضع خطط إرسال طالب اللجوء إلى رواندا واليونان فيما بدى أنها عملية طرد بالقوة لأشخاص تركوا لمصيرهم بلا وجهة محددة كلما تمكننا من إطفاء الطابع الإنساني عليهم وعلى قصصهم وكلما استطعنا تأطيرها في سياق مرتبط بوضعهم نتمكن من إحداث تغيير إيجابي في حياتهم يجب أن يبدأ الأمر بتحديد الاحتياجات القائمة للعمالة ومن ثم المهارات المتوفرة وأعتقد أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة يمكنها المساعدة في تسهيل التدريبات المهارية ما يحدث للمهاجرين وطالب اللجوء أمر تعتبره بوب من التحديات الراهنة وهو ما يستدعي أكبر قدر من الانتباه في ظل تداعيات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى جانب أثر التغيرات المناخية تعهدت بوب بتبني رواية أكثر إيجابية عن الهجرة وأكدت إمكانية إظهار أن المهاجرين يمكنهم أن يمثلوا الحل لا المشكلة وأن تستفيد منهم الدول كقوة اقتصادية بشكل قانوني في جزيرة منهات بمدينة نيويورك يقام معرض دائم لتوثيق أحداث الرابع من يونيو من عام 1989 في ميدان كيانمين بالصين في ذلك اليوم والأيام التي تلت واجه محتجون ضد النظام الشيوعي الحاكم أسلحة ثقيلة ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة يضم المعرض بالإضافة إلى أرقام موثوقة وموثقة عن ما سمي بمذبحة الميدان عددا من المواد التي استخدمها المحتجون أثناء المواجهات في الرابع من يونيو تقدم نحو 300 ألف جندي صيني مدججين بأنواع من الأسلحة الثقيلة لمواجهة محتجين ضد النظام هذا جزء من توثيق معرض دائم نظمه ناشطون في مجال حقوق الإنسان جميعهم شاركوا في الاحتجاج وتمكنوا من الفرار بجلدهم ونشر تفاصيل تلك الأيام التي قالوا عنها إنها مشؤومة الناشطون اختاروا منهاتنا المكتدة بالسياح لتكون مقراً للمعرض نحن هنا في منهاتن في معرض الرابع من يونيو التذكاري نريد تسميته متحف تيانان من ولكن ليس بعد هذه التحف جمعناها على مدار سنوات ومعظم التحف يعود إلى ما قبل أكثر من 34 عاماً بالنسبة لي بعد أن فرقت الدابات والمدافع في ميدان التينان من كنت ضمن المجموعة الأخيرة جاء أحد طلابه ويحمل شيئاً بيده سألتهم هذا قال هذه آلة جيدة نحتاجها للقتال في يوم آخر في حينها فردت دول غربية حضراً على توريد الأسلحة إلى الصين بينما أطلقت الحكومة الصينية حملة اعتقالات واسعة النطاق ضد المتظاهرين وأنصارهم وقمعت احتجاجات أخرى في جميع أنحاء الصين كل هذه التفاصيل وثقها المعرض فضلاً عن عرضي متى يسر من عدة الاحتجاج حسناً نيويورك مدينة كبيرة وارتادها الكثير من السياح نريد الجذب المزيد من الزوار لمعرضنا واعتقد أن العالم الليبرالي بأكمله يواجه التحدي من نظام الحزب الشيوعي الصيني إذا كنت تريد أن يكون لديك فهم أعمق للحزب الشيوعي الصيني فيجب أن تعرف التاريخ الذي يعود إلى العام 1989 لهذا السبب يعد هذا المعرض مهماً للغاية ليس فقط بالنسبة لنا وليس فقط من أجل ذاكرتنا بل من أجل السياسة والحضارة وفي الوقت الحاضر مر على حادث الميداني أربعة وثلاثون عاماً خلالها ساعة معارض النظام في الصين لإيصال صوتهم عبر منصات التواصل وكشف ما قالوا إنها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات الصينية في الرابع من يونيو عام 1989 في العاصمة بكين ننهي نشرتنا بمعلم من أمريكا تحديداً نتحدث عن جسر البوابة الذهبية في مدينة سان فرانسيسكو ذو المكانة المهمة في الثقافة الشعبية الأمريكية والذي ظهر فيه عدة أعمال فنية وأدبية يشكل هذا المعلم مزاراً سياحياً حيث يستقبل الجسر سنوياً أكثر من عشرة ملايين زائر هنا يطل جسر البوابة الذهبية إحدى معالم أمريكا الشاخصة وعلامة ولاية كاليفورنيا الفارقة هو الجسر المعلق الشهير الذي يشكل نقطة التقاء بين خليج سان فرانسيسكو بدأ البناء في جسر البوابة الذهبية بتمويل من إدارة العمل والمشروعات عام 1933 واستغرق المشروع مدة أربع سنوات حتى عام 1937 ويعد أحد أطول الجسور المعلقة في العالم حيث كان حتى غاية عام 1964 هو أطول جسر معلق في العالم بطول 1970 متراً لكن اليوم هو المعلم الأكثر شهرة في سان فرانسيسكو وأحد رموزها جسر البوابة الذهبية بلونه البرتقالي الزاهي وهندسته المعمارية المتميزة التي صنفتها الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين بأحد عجائب الدنيا السابعة في العصر الحديث فهو الجسر الأكثر جمالاً والأكثر تصويراً في العالم أجريت عليه عدة تعديلات عبر السنوات لجعله أكثر مقاومة للهزات العنيفة التي تشتهر بها ولاية كاليفورنيا ولمواجهة مخاطر الزلزال وتأثيراته ويعاني الجسر من مشاكل جمع كازدحام السيارات الخانق والضباب الذي يتسبب في كثير من الحوادث المرورية ويهدد سلامة السيارات العابرة شاهدين نشرتنا من العاصمة انتهت دائماً تجدون المزيد من الأخبار على الموقع فوقعلحرة.com على رأس الساعة المقبلة موجز لأبرز وآخر الأخبار مع زميل جو خولي تفضلوا بالبقاء معنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة